السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أصدقائي وأحبائي الصغار اشتقت إليكم كثيرا إني أحبكم في الله جميعا اليوم بإذن الله أحدثكم عن صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه التقي النقي إنه الجواد الكريم إنه السمح السري السهل السخي إنه ذنورين صاحب الهجرتين المصلي إلى القبلتين عرفني يا أصدقائي لقب بذنورين لأنه تزوج من السيدة رقية والسيدة أم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الهجرتين الهجرة الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة المصلي إلى القبلتين القبلة الأولى القبلة الأولى هي القدس في بداية الدعوة والثانية إلى الكعبة إنه جامع القرآن إنه سيدنا عثمان من عفان رضي الله عنه تعالوا بنا إصدقائي نتعرف أكثر على سيدنا عثمان من عفان رضي الله عنه ولد في مكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالست سنوات وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وهو ثالث الخلفاء الراشدين وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الغزوات إلا غزوة بدر وذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم له بسبب مرض زوجته السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم هو الثري الغني بماله لكنه الفقير بتواضع مين من أذقاء ما يعرفش سيدنا عثمان الذي كان من أثرياء الصحابة وكان لهم مساهماتهم اقتصادية في بناء الدولة الإسلامية وأيضاً كما اشترى بئر رما وجعله للغني والفقير وبن السبيل وجعله للغني والفقير وبن السبيل كما أنفق الكثير من ماله على جيش العسرة تعالوا يا أصدقائي نتعرف على موقف لسيدنا عثمان بن عفان في الإنفاق في سبيل الله إنفاق تعالوا يا أصدقائي لما وصلت الأخبار إلى المدينة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقل ملك الروم يعد العدة ويجهز جيشاً جراراً ليه؟ ليه يعد العدة ويجهز جيشاً جراراً؟ ليغز المسلمين في عقل دارهم في المدينة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاجئ ملك الروم هرقل وقومه في عقر دارهم قبل أن يصلوا إلى المدينة بالجيش فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعد الجيش ويتحرك إلى تبوك وكان الجو خاراً جداً لدرجة أن الحرارة كانت تصهر الحديد وتذيب الصخور والحجارة درجة أن الحرارة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليحس الصحابة على الجهاد والإنفاق في سبيل الله لتجهيز هذا الجيش للجهاد والذي سمي بجيش العسرة لشدة الحرارة وقلة الأموال حينه فكان أكثر الصحابة إنفاقاً في هذه الغزوة لتجهيز هذا الجيش الكبير من؟ إنه سيدنا عثمان بن عفاة رضي الله عنه جاء بألف دينار من الذهب يحملها في كمه ووضعها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وقيل أنه جهز ستماءة بعير بأحلاسها وأقطى بها أي من معدات وطعام وشراب وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم والله لكفى بها شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه تعلمنا يا أصدقاء من هذا الصحابي تعلمنا الإنفاق في سبيل الله سبب في بركة المال وتعلمنا أداء شكر نعم الله علينا وتعلمنا التساهم في حل مشكلات الفقراء ومساعدتهم من هو الصحابي الذي سنتكلم عنه في الحلقة القادمة وما هي المعلومات التي سنذكرها عنه وما هو الموقف الذي سنذكره هذا سؤال أجيب عنه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى أستودعكم الله الذي لا إله إلا ووسع كل شيء علما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر